استضاف منتدى الشرق الأوسط للاستدامة طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول الانتقال الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واغتنام الفرص الخضراء للنمو وتنمية رأس المال البشري وجمعت الجلسة قادة الأعمال وخبراء المناخ والاستدامة من جميع أنحاء المنطقة لمعالجة القضايا الحاسمة لانتقال المنطقة إلى عالم ومستقبل منخفض الكربون وتطرقت الطاولة المستديرة إلى إمكانيات المنطقة لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة مع ضمان التحول الاقتصادي الناجح الذي سيفتح الباب أمام النمو والفرص الكبيرة كما ركزت الجلسة على دور إزالة الكربون في دفع التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل وتنمية رأس المال البشري حيث تعمل الاقتصادات الإقليمية على تحقيق أهدافها المتمثلة في خفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر للفترة من 2050 وحتى 2060 وناقش الخبراء الرؤى والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الإمكانيات بما في ذلك أنواع التعددية والسياسات الصناعية المتعلقة بالمناخ والحوافز التي يتعين إنشاؤها إضافة إلى العوامل الأساسية التي يمكن أن تدعم التحول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتمكين اقتصاداتها من الخروج بشكل أقوى مع إزالة الكربون أوسط الاستدامة هو منتدى كشركة فيلمار كومينيكيشنز بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة منتدى تم تنظيمه في 2023 طبعا المنتدى يكون سنوي في كل يناير وبعدين طول السنة يكون لدينا طاولات مستديرة أو يكون لدينا فوكس جروب نناقش مواضيع مختلفة المنتدى يأتي دائما كفرصة للتجمع لأن المنتدى الاستدامة حاليا متوافق مع الدفع العالمي لتحقيق الاستدامة في كافة الأمور التي تمكن الشركات وأيضا الاقتصادات المحلية والعالمية من أداء واجباتها على أكمل وجه ترجمة نانسي قنقر